السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح نحكي عن دواء للتنحيف هو جديد لكن فعال جدا وهو حقا الساكسين ده الفيديو كتير مهم للي بدهم يستعملوا هالدواء تقريبا بتلاقوا فيه كل المعلومات اللي ممكن تخطر على بالكم قبل اخدو تنزيل الوزن بيشغل بال اغلبنا ومنتمنى لو فيه الحل السحري اللي يخلي وزننا ينزل بدون الشعور بالشقاء والقصوة الجراحة وقص المعدة وتغيير المسار مجديين لكن بيضلوا عمليات جراحية واتخاذ القرار للخضوع لهيك تجربة كتير صعبة حبوب قطع الشهية حكوا عنها كتير انه ممكن تعمل جلطات وغير صحية ولا نافعة أورلستات وكيتوسان والشاي الاخضر لا الابيض لا الزنجبيل نظام الكيتو لا الصيام المتقطع لا واقف دهون واقف كريات ودوامة من المواد والاقتراحات للمساعدة على انزال الوزن بدي خبركن شي لحد الآن أكتر طريقة أثبتت فعالية هي العمليات الجراحية وبدنا نحكي حلقات مفصلة عنها بكل تفاصيل كل نوع من أنواع هاي العمليات لكن اليوم رح نحكي عن دواء يمكن كتير سمعوا عنه والبعض لا واللي هو الساكسيندا رح نشرح تقريبا كل التفاصيل المتعلقة بها الحقنة ومدى فعاليتها وأمان استخدامها كيف هي بالأساس دولة مرض السكري وكيف تستخدم للتنحيف هل فعلا تسبب السرطان؟ هل لها بدائل؟ هل استخدامها آمن؟ هل موافق عليها من المنظمات الصحية؟ آلية عملها؟ إلى آخرين من الأسئلة اللي بتغطر على بال أي حدا نصحوا طبيبه باستخدام هذا الدواء لمساعدته على اتباع نظام غذاء لإنقاص وزنه هلأ مبدئيا كل الطرق والأدوية اللي عددتها في إلها فوائد لكن في إلها مخاطر كمان الساكسيندا أو كما الدفع عالي اللي هي ليراكلوتايد صحيح لهلأ تعتبر آمنة لكن بنفس الوقت هذا الدواء يعتبر جديد نسبيا صح آخذ موافقة من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA ووكالة الأدوية الأوروبية EMA وطبعا مجرع عليها أبحاث وتجارب وسلسلة طويلة من توضيح مدى فعالياتها لكن كمان ما منعرف شو ممكن يتغير بالمستقبل حبيت التوضيح قبل ما نبدأ بالشرح عن هاي الحقنة مادة اللي راكلوتايد بأسماءها التجارية فيكتوزا أو ساكسيندا هي عبارة عن إبرة تحت الجلد مثل إبر الأنسولين لكن لازم ننتبه ليست بديلة عن الأنسولين رح أعمل الفيديو على شكل أسئلة بتوقع أنه بتخطر ببال أي حدا مقدم على استعمال هالإبار وإن شاء الله أقدر غطي كل ما يتعلق بهالدواء أول سؤال شو الأسماء التجارية لللي راكلوتايد الجواب هو الساكسيندا للتخسيس والفكتوزا للسكري طيب كيف بينعطى؟ الجواب كمان مثل ما حكينا بينعطى بإبرة تحت الجلد ألم مثل ألم الأنسولين تماما ولا يعطى عن طريق العضل أو الوريد هل في طريقة يتاخذ فمويا؟ الجواب هو لحد الآن لا لأنه بروتين ومثل ما قالنا بحلقة الكولاجين أنه البروتين بيتحطن بالجهاز الهضمي وبيتخرب كيف المادة الفعالة نفسها وممكن يستعمل لمرض السكري ويستعمل للتنحيف؟ الجواب هو الليراكلوتايد عبارة عن دواء عمل ومشابه لعمل هرمون من هرمونات الشبع اللي تفرز من الأمعاء وهو هرمون الجي البي وان حتى تعرفوا شو هاد الهرمون بنصحكم ترجعوا لحلقة هرمونات الشبع والجور صحيح الحلقة كانت كتير أكاديمية وهي أول حلقة بقدمها بقى يمكن تكون شوي مملة لكن جدا مهمة بتخلينا نعرف كتير عن الآليات اللي بتتعامل فيها أجسامنا مع السمنة والنحافة والرابط رح حط لكم يا بأعلى الشاشة بصندوق الوصف المهم نرجع لفكرة كيف ممكن يستعمل للتنحيف وللسكري الليراغلوتايد بيشتغل على هرمون الشبع الجي البي وان غلوكاكون لايك بيبتيد وان وهذا الهرمون بيشتغل بعدة آليات أول الشي بنبه مكان الشبع بالدماغ فبيحفز الشعور بالشبع ثانيا بيبطئ حركة المعدة فبيزيد وقت الشعور أن المعدة ممتلئة وشبعانة ثالثا بيحفز استجابة خلايا البنكرياس لسكر الدم وهون السر هو بيحفز الاستجابة يعني إذا فيه سكر بالدم بتفرز الخلايا أنسولين إذا ما فيه ما بتفرز عكس أغلب أدوية السكري فهي بتؤمر الخلايا بالإفراز سواء فيه سكر عالي أو ما فيه وهذا الفرق بين المنظم لسكر الدم والدواء الخافض للسكر كمان رابعا بيشتغل على آلية تخفيض عمل الجلوكا جون اللي هو عكس الأنسولين الأنسولين بيخفض سكر الدم والجلوكا جون بيرفعه بقى الليرا جلوتايد بيزيد الأنسولين وبيخفض الجلوكا جون طبعا مثل ما إلنا الاستجابة حسب المطلوب بهالشكل هذا الدواء بتراكيز قليلة ممكن يستخدم للسكري وبتراكيز عالية للتنحيث سؤال هل فعلا بيعمل سرطان بالغدة الدرقية؟ الجواب هو صحيح صار مع بعض حيوانات التجارب سرطان بس كانوا عاطين هون 8 أضعاف الجرعة التي تعطى للإنسان بالنسبة لحجبه يعني جرعة مبالغ فيها جدا وبالتجارب اللي ساووها على الإنسان قبل ما تعترف المنظمات الصحية بهالدواء لاحظوا ارتفاع طفيف جدا بمؤشر السرطان بالدم لكن الارتفاع بسيط جدا وغير معروف هل السبب فيه الليرا جلوتايد أم أنه سبب آخر لذلك بديت حديثي أنه الدواء جديد نسبيا وقالت الـ FDA أنه بدنا أقل شي 15 سنة لحتى فعلا نتأكد من سلامة استعماله لذلك مبدئيا أقرت أنه يسمح باستعماله إذا كان مؤشر كتلة الجسم الـ BMI أكبر من 30 أو أنه 27 مع أحد المشاكل المرافقة للسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، الشحوم أو أي مشكلة صحية أخرى المهم أنه نكون منرجح مصلحة تخفيف الوزن على أي شيء آخر بس على فكرة لا تخافوا أكتر الأدوية اللي منستخدمها إذا استخدمت بجرعات أضعاف من اللي المفروض ناخدها بتعمل مشاكل خطيرة منها السرطان ودائما منقول هو ميزان من الفائدة والضرر مثل أي نوع من أنواع العلاجات كمان شغلة طريقة حساب مؤشر كتلة الجسم اللي دائما بيحكوا عنه بسيط جدا البي ام اي هو عبارة عن وزن الجسم بالكيلو مقصوم على مربع الطول بالمتر يعني إذا وحدة وزنها 80 كيلو وطولة 160 سنتيمتر يعني 1.6 متر مربع الواحد فاصلة 6 هو 2.56 بنقسم 80 على 2.56 بيطلع البي ام اي 31.25 وهذا يعتبر سمنة فيها تستخدم السكسين دا تنويه مهم بالنسبة للتخصيص بعد 16 اسبوع من استعمال هالدواء لازم نقيم نزول الوزن إذا ما كان نازل على الأقل 4% من الوزن اللي بتدق في إعطاء هالحقنة فبنوقف الاستعمال يعني إذا شخص ابتدأ استعمال هالدواء ووزنه 100 كيلو وبعد 4 شهور ما نزل على الأقل 4 كيلو فبيتوقف اللي رقلو تاي سؤال متى تعطى؟ الجواب هو ما بتفرق بغض النظر عن الوجبات كل واحد بيختار وقت معين باليوم وبياخدها ويفضل إنه تتاخد بنفس الوقت من كل يوم أو يعني خلال ساعة مثلا اعتدنا ناخدها الساعة 9 الصبح فاليوم الثاني يفضل تتاخد بين الـ 8 والعشرة يعني ساعة قبل أو ساعة بعد وإذا نسينا الجرعة وتذكرناها خلال 12 ساعة بناخدها أما إذا بعد الـ 12 ساعة تذكرناها بنتركها عادي أو إنه بناخدها لكن بنغير النظام على التوقيت الجديد سؤال هل يمكن للحامل أو المردع إنه تستخدمها؟ الجواب هو لا ما في داعي أبدا وخصوصي للحامل وجدوا إنه ممكن يكلّا تأثير على الجنين إلا إذا في ضرورة طبية الطبيب وحده هو اللي بيقرر سؤال هل يمكن للطفل إنه يستخدمها؟ ممكن فوق العشر سنين يعني الطفل كبير أو يافع والطبيب وحده هو اللي بيقرر على حسب حالة الطفل وعلى حسب بنيته الجسمية وعلى حسب الحاجة الطبية هل هناك محاذير للاستعمال؟ الجواب هو نعم في حالات توجب عدم استخدامه هي هبوط السكر التهاب أو حصى البنكرياس مشاكل بالكيلة ومثل ما حكينا سرطانات الغدد والحمل هل الليراكلوتايد تفاعل مع أدوية أخرى؟ مع أنه بيبطئ حركة المعدة فنظرياً ممكن يزود تركيز الأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم إلا أنه عملياً لم يجدوا له تأثير رئيسي على أغلب الأدوية فقط اللي بياخدوا أدوية بشكل مزمن ينتبهوا على وضعنا الصحي احتياطاً بس فيه دويين بيتفاعل معهم اللي هنين بيكساروتين بيتاخذ لها بعض أنواع السرطانات الجلدية والجالتيف لوكساسين اللي هو مضاد حيوي أديش الجرع للتنحيف؟ الجواب هو 3 ميلي جرام طبعاً تعطى تدريجياً لأنه له عوارض هضمية مثل الغثيان والإقياء والإسهال الإكتام والتعب وجع الرأس وجع البطن كتير من العوارض وهذا عادي إذا حصلت هالأعراض بيروحوا بوقت قصير وخصوصي إذا درجنا الجرع فأول أسبوع منعطي 0.6 ميلي جرام ثاني أسبوع 1.2 الثالث 1.8 الرابع 2.4 والخامس 3 ميلي جرام ومنستمر على 3 ميلي جرام وعلى فكرة بعد 56 أسبوع بتبطل السكسين ده تعمل سد للشهية وهات طبيعي الجرع للسكري حسب إرشادات الطبيب هو طبعاً كله حسب إرشاد الطبيب لمعالجة السكري أو معالجة السمنة لكن قصدي إن الجرع على مريض السكري بتختلف تبعاً لجرعات الأدوية الثانية لأن من خاف يصير فيه هبوط للسكر كمان لا يستخدم الليرا جلوتايد مع وجود أي نوع من أنواع سرطان الغدد أو تاريخ عائلي لسرطان الغدد درقية أي حدا من العائلة أصيب بسرطان غدد درقية فلا تستخدم هذه الإبار وجود سرطان غدد صماء التهاب المرارة الحاد مشكلة بتسارع ضربات القلب مشكلة تفاعل تحسسي تجاه هاي المادة الليرا جلوتايد واللي عنده فكرة أو رغبة بالانتحار كمان ما لازم يستعمل هالدواء سؤال هل تعطى لكل مرضى السمنة؟ الجواب هو لا لا تعطى لمرضى السمنة الناتجة عن خلل هرموني أو أدوية معينة هل لها بدائل؟ نعم لها بدائل رح احكي عنا بمرات قادمة إن شاء الله هل تستخدم للسكري النوع الأول اللي هو السكري الشبابي؟ صحيح إنه غير موافق عليها لهذا النوع من السكري لكن التجارب قائمة وعم تعطي نتائج جيدة جدا وعلى مستوى العيادات في أطباء عم يوصفوا ليرا جلوتايد لمرضاهن طبعا لحالة كل مريض آخر الشي رحقول إنه بتحسن من الأمراض القلبية المصاحبة لمرض السكري وطبعا ما بيصير يشترك بالحقنة الواحدة أكتر من مريض واحد بتمنى إنه الحلقة كانت مفيدة وقدرت إني جاوب عن كل الأسئلة اللي بتخطر ببالكم إذا في أي استفسار يا ريت تكتبولي بالتعليقات بتلاقوا بصندوق الوصف روابط للبحث بالإنجليزي والعربي كمان في رابط لبحث ترجمته ونزلته على الموقع لتفاعل الليرا جلوتايد مع أدوية السكري كافة من الأنسولين وباقي أشكال أدوية السكري شكرا لكم شكرا لأستماعكم